أهلا بكم مشاهدين في عدد جديد من برنامج دلال خير مصار دراسي حافل بالنجاحات أخلاق كريمة يشهد له بها القريب والبعيد كان عنوانا لقصة نجاح وفي لحظة أصبح يحيى على قطرات دم من زمرة نادرة بالكاد يتحصل عليها لنتابع مشاهدين قصة أنيس من ولاية عنابة شاءت الأقدار أن يصاب أنيس بمرض غير حياته وحياة عائلة بأكملها أنا كنت إنسان عادي تلميذ نقرأ وفي بين ليلة ونهار صابني هذا المرض وهنا موت الخلايا تتوصب تجد دم في جسم الإنسان خلايا وماته تتوصب تجد دم شاك جوغ نهبطو خمس أيام ستة يهبطو لبلاكات وينشف ما الدم تحكمه سخانة أنت ما تخلش تقدم لي الصهدك سخانة قاوية راح كلش كيك أنت والدك ما يقولون الناس مريض لك ما ترقض ما تهدر ما تخدم ما تلحك ما عندك حد شيء تغفل شعر تتفكر والدك وين يوصل الاخته يرتاع وين يرتاع وين تديه شكون يديه فماتت أحلام شاب كان يتوعده مستقبل حافل بالنجاحات من السبب أني أصبحت طريح الفراج ولا أستطيع القيام بأي شيء وأنا السنة يكون بالتلميط باكالوريا ولا ما أذهب لي رأسا يعني بسبب هذا المرض ويحتاج إلى عملية زران وخاع عظمي يقرأي روح عنده وقت يلعب البانون في الويكيند يحب البانون يعشق ويقرأي معادلتي عمليح كان شرفاً وفخراً لعائلته التي كانت ترى فيه خيراً لهم وللبلاد أنا يستلميذ نجيب متوق في الدراسة يحب يقرأ يحب يحقق أحلامه يحب حويج ياسر يديرهم في حياته وبسبب المرض ما قدرش يحضر الباكالوريا كما أقرانه قالت مشني قادر نشوفه كما هك ما كانش كما هك والدي وقدروا كابو الصحاب ويقرأ وهو هنا هنا نقول لهم لا كان ذرة رحمة في قلوبكم شوفوا لي عوجه صغير وشاب وقرأي قادر ينفع بلاده كان خليه في الشباب يضيع تزير جكون به أنا والدي مشني نفخر به سقصي هنا لبرة يقرأ قرأي الأسادي الذاتي ويجاوني هنا وجاوه لسبيطار كل سقصي وعليه كل وجيران هنا يعرفوه لي قادر يعاون ولدي مرحبا به أي واحد مسؤول مشي مسؤول شوف رحو قادر يعاون ولدي ربي سهل حطو ولده الشاتيتو بيرتاح برك يرجع كي ما كان ولدي قبل ما متمنحة شي مدني شفال وليدي برك يعيشون في رحلة بحث دائمة عن متبرعين بجرعات دم لإمداد جسد كان مفعما بالقوة والعزيمة للمضي قدما نحو طريق النجاح هذا اللي عيش به ولدي درك وعيش بالدم تالناس والبلاكات تالناس كون جاني غير يعيش بالدواء هذا ما يحتاج الدم عليش بس هذوك الدم وانتي لقاله كل خمس أيام الدم والبلاكات والله هالكين كيقول لك مرة كيف ما دينا الحباب دينا الجيران دينا مالينا ثلاثة ربعة خمسة يقبلوا منهم واحد سفري ونهار تعطى برع مصباح للمغرب بهنا فرزة لليوم وغدوة به يحطوله ديك القطرة الدم به يرجع إنسان طبيعي يبات ليلى زوس ثلاثة تحت ديديهم تم وزيد نجيبه هذكو يومين ثلاثة زد نفس الحكاية وزيد نرجو عاودوا سيناريو من جديد خمسة شهر دوك احنا على المعادل هذا الظروف أزيروه عاودين أخدم الله في الصحة العمومية هنا في ذرعان واش نتدي تدي زملين ومئتين هذا ما كاين سوسيال جيت قلت لهم عاونوني ترونسبور ما عنديش قال لك هاتحنا سوسيال أزيروه عملية زرع النخاع العظمي في الخارج الحل الوحيد في هذه الحالة الخطيرة وفي أقرب الآجال أيضا هذه العملية التواجد في الجزائر فقط في الدول الأجنبية وهي مكلفة جدا فنساء رسالة والناس الخير والقدرين يعانوني بأقل حاجة إن شاء الله نرجع لحياتي طبيعية ونجوز باكالوريا ونجوز فرعي لازمت له زراعة نخاع عظمي قلت لي روحوا وخاوتوا يعايروا وديتوا ولادي عايروا ما خرجوش درنا الإجراءات تعنا كل هنا في تزاير ما نطبق علي حتى واحد ما من نمو لما نبويه منقوله ومو 53 بالمئة قال لك ما ما نقدرش الزراعة هنا بس حتسمها حاجة كبيرة حتى وتبيع دارك وتخرج منها مش راح تجيب لك قيمة مليار وثمين مياقات أنا نحاوس على واحد يكون جزائري حر يجي يهزو يديه داويه ويجيبه ما نطلب حتى فرنك همت مش نعمل فين بطلبة حنا ربي لا نعمين بعثنا المشكل هذا نحاوس على المؤمنين يجي واحد نطلب ربي والولد الحلال يجي يهزو يديه تربح في الأمان نحنا نرجو من السلطات العليا باسمي وباسم زملاء وكل الأسديداتي يديه ويديه العملية ويرجعنا على خير وعافية إن شاء الله أنا نطلب تطمع في ربي كون من عرف من يجي بالصح تطمع في الجزائريين ملأ الساس للرئيس ملأ خير خلاه ما عنديش واحد معين بانعيط له نعني واحد معين ربي لول مبقاه يبعثهم ربي بيت تعمه أجواء من الحزن والألم فكلما تسارعت عقارب الساعة تركت في قلوبهم وقع الخيبة والحسرة خوفا من فوات الأوان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة